درس اليوم عن نظرية القيمة المتوسطة لتوضيح ما هي نظرية القيمة المتوسطة، تحتاجون إلى تمثيل دالة عشوائية بيانياً. هذا المحور X، وهذا المحور Y، وليكن هذا منحنة دالة F لـ X. تتصف الدالة F لـ X بأنها متصلة وقابلة للاشتقاق. وعندما نقول أن الدالة متصلة، فهذا يعني أن منحناها يبدأ من نقطة البداية ويستمر إلى النهاية دون انقطاع. وذلك على الفترة المغلقة من A إلى B. افترضوا مثلاً أن القيمة الصغرى A تقع هنا، والقيمة العظمى B تقع هنا. فعندما ترون أن الدالة متصلة وقابلة للاشتقاق على الفترة المغلقة من A إلى B، فهذا يعني أنها معرفة على جميع قيم X بين A وB وعند A وB أيضاً. لكن لو كانت الفترة مفتوحة وتكتب هكذا، تكون الدالة حينها معرفة على جميع قيم X بين A وB باستثناء A وB. ولو كانت الدالة غير متصلة، يمكن تمثيلها كالآتي. هذا المحور Y وهذا المحور X ستكون قيم المنحنة متصلة بهذا الشكل، ثم عند نقطة ما تنفصل وتقفز إلى أعلى أو أسفل، فيقال أن الدالة غير متصلة أو منفصلة. أما مصطلح قابلة للاشتقاق، فيعني أنه يمكن إيجاد مشتقة للدالة عند جميع قيم X على الفترة المغلقة التي لديكم. ويعني أيضاً أنه عند تمثيل مشتقة الدالة بيانياً، سيكون منحنى المشتقة أيضاً متصلاً. وفقاً لنظرية القيمة المتوسطة، إذا حققت الدالة جميع هذه الشروط، ثم أخذتم المستقيم القاطع الواصل بين A وB، هذا هنا، ثم حسبتم ميله، يجب أن تحصلون على قيمة مساوية لقيمة المشتقة الأولى عند نفس النقطة. تعلمون أن الميل يساوي فرق قيم Y على فرق قيم X. وعلى الرسم، هذه المسافة هي فرق قيم X أو دلتا X. وهذا الارتفاع هو الفرق في قيم Y أو دلتا Y. هذه النقطة A فاصلة F لأي، وهذه النقطة B فاصلة F لبي. بتعويض هذه النقاط، تجدون أن ميل الخط القاطع يساوي فرق قيم Y أي F لبي ناقص F لأي على فرق قيم X أي B ناقص A. وافترضوا أن هذا هو الخط الناتج. حسب نظرية القيمة المتوسطة، إذا كانت قيم X معرفة على الفترة المغلقة من A إلى B، وكانت الدلتا F لأكس متصلة وقابلة للاشتقاق، فإن هناك نقطة مثل C بين A و B، تكون المشتقة الأولى لأف عندها تساوي ميل القاطع، أي أن الميل هنا يساوي F شرطة لC. بمعنى آخر، هناك نقطة C بين A و B، يكون الميل عندها يساوي متوسط ميل هذا الخط المستقيم، الواصل بين A و B. أين تقع هذه النقطة C؟ لتحديد النقطة C على المنحنة، ابحثوا عن نقطة، يكون عندها المماس موازياً للقاطع، فإذا كان المماس والقاطع متوازيان، فإن ميلهما متساوين. انظروا إلى هذه النقطة هنا. المماس هنا يبدو بهذا الشكل، ولتكون هذه النقطة C. لاحظوا أن F شرطة لC يساوي ميل هذا الخط المستقيم، ويساوي ميل القاطع أو متوسط الميل بعبارة أخرى. لكن هناك نقطة أخرى، الميل عندها يساوي ميل القاطع. انظروا إلى هذه النقطة هنا. هنا أيضاً المماس يوازي القاطع. إذن في هذا المنحنة، هناك نقطتان تحققان نظرية القيمة المتوسطة. إليكم مثال آخر يعتمد على العلاقة بين الإزاحة والزمن. هذا المحور الأفقي، وهذا المحور الرأسي. هنا قيم T وهنا قيم الإزاحة. إذا كانت هناك سيارة تتحرك بسرعة متجهة ثابتة. يمكنكم التعبير عن الإزاحة كدلة للزمن بخط مستقيم. لكن لو كانت تنتقل السيارة بسرعة متجهة غير ثابتة، فبدأت من السكون عند T يساوي الصفر. ثم بدأت تتسارع، ثم تباطأت قليلاً، وتابعت السير بسرعة متجهة ثابتة، ثم تسارعت ثانيةً وتباطأت وهكذا. منحن السرعة المتجهة هنا يمثل دالة الإزاحة بالنسبة إلى الزمن. عند هذه النقطة، الزمن صفر، والإزاحة صفر. بعد ساعة واحدة عند هذه النقطة، قطعت السيارة مسافة 60 كيلومتر. في هذه الحالة، متوسط السرعة المتجهة يساوي التغير في الإزاحة على التغير في الزمن، ويساوي 60 كيلومتر لكل ساعة. يعني هذا أن متوسط السرعة المتجهة أو ميل الخط المستقيم الواصل بين هذه النقطة، وهذه النقطة يساوي 60. يعني هذا أن هناك لحظة واحدة من الزمن على الأقل. سارت السيارة فيها بسرعة 60 كيلومتر لكل ساعة. بمعنى آخر، عندما يكون متوسط السرعة المتجهة 60 كيلومتر لكل ساعة، يعني أن السيارة تحركت بسرعة 40 كيلومتر في الساعة عند زمن ما، وبسرعة 80 كيلومتر لكل ساعة عند زمن آخر. بالتالي، هذا الخط المستقيم الذي يصل بين هاتين النقطتين، يمثل متوسط السرعة المتجهة ويساوي الميل بينهما. لاحظوا، عند هذه النقطة يمكن رسم خط مستقيم موازي لخط متوسط السرعة المتجهة. لذلك، فالسرعة المتجهة اللحظية عند هذه النقطة تساوي 60 كيلومتر لكل ساعة. وعند هذه النقطة أيضا، المماس يوازي الخط الذي يمثل متوسط السرعة. لذا، السرعة اللحظية للسيارة هنا هي 60 كيلومتر لكل ساعة. هذا مثال آخر. افترضوا أن لديكم الدالة F لـ X تساوي X تربيع ناقص 4X، وهي معرفة على الفترة المغلقة من 2 إلى 4. إذا كانت الدالة متصلة وقابلة للاشتقاق على هذه الفترة، فيمكنكم إيجاد النقطة C التي تقع بين 2 و4، بحيث تساوي المشتقة الأولى للدالة عندها ميل الخط القاطع الواصل بين نقطة البداية والنهاية لهذه الفترة. لإيجاد النقطة C، احسبوا ميل القاطع. الميل يساوي التغير في قيم F عند بداية ونهاية الفترة، أي F لـ 4 ناقص F لـ 2 على التغير في قيم X عند بداية ونهاية الفترة، وهو 4 ناقص 2. F لـ 4 يساوي 16 ناقص 16 ويساوي 0 ناقص F لـ 2 ويساوي 2 تربيع أي 4 ناقص 4 ضرب 2 يساوي ناقص 8 تقسيم 2 ويساوي 4 على 2 ويساوي 2. حسب نظرية القيمة المتوسطة، هناك نقطة بين 2 و4 ميل المماسي عندها يساوي 2، أي أن مشتقة الدالة عند C تساوي 2. لذا جدوا المشتقة. F شرطة لـ X يساوي 2X ناقص 4 ما قيمة X التي تكون قيمة F شرطة عندها تساوي 2 أي ما قيمة X التي تجعل 2X ناقص 4 يساوي 2. 2X يساوي 6 بقسمة الطرفين على 2، X يساوي 3. إذن عند X يساوي 3 المشتقة تساوي ميل القاطع. عند تمثيل هذه الدالة بيانياً، سيبدو المنحنى كما في الصورة. لاحظوا أن دالة X تربيع ناقص 4X هي دالة قطع مكافئ. الفترة المغلقة في المعطيات هي من هنا إلى هنا. لذا ميل القاطع الواصل بين هاتين النقطتين يساوي 2، ويمكنكم رسمه بالوصل بين النقطتين. وعند X يساوي 3، الميل يساوي 2. لنرسم هذا الجزء من المنحنى. هذا المحور Y، وهذا المحور X. ابدأ الرسم من النقطة 0.0. ينزل المنحنى إلى أسفل بهذا الشكل، ثم يصعد ثانيةً. هذه النقطة 4، وهذه 2. عند X يساوي 2، Y يساوي سالب 4. هذه نقطة الرأس في منحنى القطع المكافئ. حسب المعطيات، الفترة هي من 2 إلى 4. ميل القاطع يساوي 2. حسب الحل، X يساوي 3. الميل يساوي 2. أي أن المماس عن 3 يوازي القاطع. وهذا ما تنص عليه نظرية القيمة المتوسطة. وانتهى الدرس.